اشتركوا في القناة سامحنا لأننا قصرنا وفرطنا فلم نتبع سنتك ولم ننصر شريعتك سامحنا لأننا رأينا سنتك تؤذى ولأننا رأينا ذاتك تسب صلى الله عليك يا رسول الله حتى سالت الذماء من عقبك ورجمت بالحجارة حتى شدت رأسك سامحنا يا رسول الله فقد علمنا أنك حسرت في شعب بني عامر ثلاث سنوات ومع ذلك ما أثر هذا في كثير مننا سامحنا يا رسول الله سامحنا لأن الكثير مننا يؤذون سنتك وما يشعرون ويحاربون شريعتك وما يدرون سامحنا لأن الكثير مننا لا يعرفون أنك أذيت أكثر من أي أذية في الدنيا وابتريت أعظم من كل بلاء في الدنيا سامحنا لأننا الآن أدركنا أننا جميعا في ميزان حسناتك بأبي أنت وأمي يا رسول الله سامحنا يا رسول الله لأنك أحببتنا ولم نرك سامحنا يا رسول الله لأنك أحببتنا ولم نرك ولم ترانا لازمنا نذكر تلك الجمل عندما قلت للصحابة وذدت أني لقيت إخواني فقال الصحابة أنست إخوانك يا رسول الله قلتنا إخواني هم الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروا ونحن والله نحبك يا رسول الله ونرجو من الله أن يحشرنا معك سامحنا يا رسول الله وسامح نساء المسلمين فإن الكثير من نسائنا نامصات وأنت لعنت النامصات والكثير من نسائنا واصلات للشعر وأنت لعمت الواصلات والكثير من نسائنا مغضبات للأزواج وأنت لعمت المغضبات للأزواج والكثير من نسائنا يتعطرن ويخرجن إلى الأسواق وأنت وصفت من تتعطر وتخرج إلى الأسواق بأنها زانية سامح هؤلاء النسوة يا رسول الله فإنه لا يزال في قلوبهن حب لك وفي قلوبهن شوف لك وفي قلوبهن رغبة في اتباع سنتك سامحنا يا رسول الله وادعو الله أن نكون من رفقائك في الجنة سامحنا يا رسول الله